موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من انفانتكات مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس الأحد بأبو ضبي صاحب الجلالة الملك محمد نيسادس في تقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد النهيان وقدم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد خلال استقباله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تعازي جلالة الملك في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زيد النهيان حضر الاستقبال على الخصوص الشيخ منصور بن زيد النهيان وزير شؤون الرئاسة والشيخ تحنون بن زيد النهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ سيف بن زيد النهيان وزير الداخلية والشيخ عبدالله بن زيد النهيان وزير الخارجية كما حضره عن الجانب المغربي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق وكان صاحبه السموية الملكية الأمير مولاي رشيد قد حل في وقت سابق أمس بالمطار الرئاسي بأبوظبي حيث وجد سموه في استقباله الشيخ هزاع بن زيد النهيان رئيس المكتب التنفيذي لحكومة أبوظبي تخلد أسرة الأمن الوطني اليوم الاثنين الذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني وهي مناسبة سنوية لاستحضار الإنجازات والتضحيات الجسيمة التي يبدلها رجال ونساء الأمن الوطني خدمة للوطن والمواطن ولتجديد الالتزام بمواصلة التفاني المطلق في حماية الأشخاص وصور الممتلكات والوفاء الدائم لمؤسسات البلاد تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وقد حرست هذه المؤسسة منذ تأسيسها على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة والحضور الميدانية الفعال ورفع درجات اليقظة حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة والاستثمار الأمطل في العنصر البشري احتضنت مدينة العيون أشغال اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدورية شامل مزيد من التفاصيل حول صياق هذه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تشمل الجهات الاثنى عشر لمملكة في ورقة صفية عصمان احتضنت مدينة العيون أشغال اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل هذه اللقاءات التشاورية الجهوية تأتي في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دوراته الواحدة والأربعين المزمع عقدها ما بين السابع والثامن عشر من ونبر المقبل بجونيف لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحن اليوم بدعوة كريمة من المندوبية الوزارية الحقوق الإنسان في إطار فتحها للمنابر التشاورية الجهوية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل المملكة المغربية هي مقبلة على إعداد تقريرها الرسمي وأكيد فتح هذا المنبر يعكس الإرادة الكبرى من أجل استكمال بناء الديمقراطي بالدرجة الأولى وأيضا بناء دولة حقوق القانون مجلس الوطني حقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان التي تعتمد مبادئ باريز فهو قدم اليوم مجموعة من الملاحظات بخصوص الإنجازات التي قام بها والتوصيات التي تقدم بها سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى تطوير الحقوق والحريات هذا اللقاء يرم تعميق التشعور بين مختلف الفاعلين الجهويين في أفق الإنخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل كما يسعى إلى تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية وقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلاء ذات الثلاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت بتغذوت أشغال المؤتمر الثاني عشر للطب العام المنظم بمبادرة من الجمعية الوطنية لأطباء الطب العام بالمغرب حفل افتتاح المؤتمر عرف مشاركة نخبة من الأطباء في الطب العام لمناقشة مواضيع مرتبطة بالممارسة اليومية للمهنة عودة مع صفية عصمان نظمت بمدينة تغذوت أشغال المؤتمر الثاني عشر للطب العام وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا المؤتمر نظم بمبادرة من الجمعية الوطنية لأطباء الطب العام بالمغرب وعرف مشاركة نخبة من الأطباء في الطب العام لمناقشة مواضيع مرتبطة بالممارسة اليومية للمهنة هدف المؤتمر هو أن يبرز ما يكمن في تنزيل الورش الملكي من تغطية صحية شاملة في أفق 2024 وإعطاء كل ما يجب أن ينجح هذا المشروع منه أن عدد الأطباء في أفق 2024 يكون في عدد المطلوب الذي نتمنى برنامج هذا المؤتمر المنعقد تحت شعار الطب العام طب الأسرة مفهوم أساسي للتغطية الصحية الشاملة يتضمن جلسات علمية تقارب عددا من المواضيع والمحاور الطبية والصحية الطبيب العام في ممارسته يحتاج إلى كل تخصصات طب المرأة الحاميل إلى توليد إلى الأطفال الردع الأشخاص البالغين السن المتقدم من واجبه أن يكون على الطلاع تام بكل مستجدات الطب لكي يحسن العمل ومعالجة مرضاه على نطاق واسع أوسع ما يمكن بتراب الوطني هذه التظاهر العلمية الممتدة على مدى أربعة أيام سينقش فيها المشاركون عددا من المحاور تشمل الصحة النفسية والصحة الاستقلابية وحصة الأمراض التعفنية متلازمة ما بعد كوفيد-19 الحد والعلاج بالموسيقى وغيرها من المواضيع العلمية ذات الصلاة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لشجرة الأرغان وزعت كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة الزد من 3 130 شتلة الأرغان وذلك على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمت بالمناسبة تحت شعار زراعة الأرغان في المنطقة الشرقية طريقة للتعامل مع تغير المناخ بدرزايو المزيد من التفاصيل احتفاءا بيومها العالمي شجرة الأرغان في أجندة كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة الجامعة وزعت أزيد من 3 130 شتلة أرغان تم تسليم شتلات الأرغان هاته للمدرية الإقليمية للبياه والغابات ومكافحة التصحر في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والمعهد الوطني للبحث الزراعي ومندوبية المياه والغابات بإقليم بركان وذلك على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمت بالمناسبة العام اللي فات من 2021 كنخلد اليوم العالمي نتاع أرغان هذه الدزيم إديسيون ديال التخليد تاع اليوم العالمي لأرغان وتنحاول ندير هذا التخليد نديره بورت أوفرت يعني أبواب مفتوحة باش الطلبة الگران بيبليك الاساتي دا كل جتيجي وتروم هذه الأبواب المفتوحة في وجه الأكاديميين والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة المواطنين تعزيز التواصل حول نتائج البحث والتطوير حول هذا النوع من الأشجار والوعي بقضية استدامتها أفدت السلطات الأمريكية بأن إطلاق نار وقع في كنيسة بجنوب الولاية كاليفورنيا بعد ظهر الأحد أصفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابت خمسة آخرين وقد تم اعتقال شخص مشتبه به إطلاق النار وقع في كنيسة جوني في بلدة لاجونة ووتس التي يبلغ تعداد ساكنتها حوالي 16 ألف نسمة حمزة الخضر هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق النار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع الواقعة التي شهدتها كنيسة جنوب ولاية كاليفورنيا أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين فيما جرى اعتقال شخص مشتبه به بحسب ما أفادت به السلطات الأمريكية ووقع إطلاق النار في كنيسة جوني في بلدة لاجونة ووتس التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة مكتب رئيس بلدية مقطعة أورينج بولاية كاليفورنيا قال عبر تويتر إن جميع المصابين هم من البالغين وتم نقلهم إلى المستشفى مضيفا أن شخصا لقي حتفه في مكان الحادث ولم تصدر السلطات في ولاية كاليفورنيا أي بيان بشأن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار في الكنيسة ما أن تنفست الاقتصادات الرئيسية بأمريكا جنوبية السعوداء بعد جائحة ما زالت تداعياتها قائمة حتى عاد شبح التضخم لبعث الخوف من جديد في سياق الحرب في أوكرانيا وصعوبات الحصول على الإمدادات من الأسواق العالمية مراسلنا هشام الأكحل والورقة التالية ما أن تنفست الاقتصادات الرئيسية بأمريكا الجنوبية السعوداء بعد جائحة ما زالت تداعيتها قائمة حتى عاد شبح التضخم لبعث الخوف من جديد في سياق الحرب في أوكرانيا وصعوبات الحصول على الإمدادات من الأسواق العالمية الأرجنتين باتت تسجل معدلات قياسية في نسب التضخم المشكلة التاريخية التي عجزت جميع الوصفات عن إيجاد حل لها منذ مطلع العام الجاري تجاوز التضخم 23% ويتوقع أن ينهي السنة بنسبة 65% نحن في لحظة يعيش فيها عدد من الأرجنتينيين تحت عتبة الفقر سواء في بونوسايرس أو في عدد من أقاليم البلاد في البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بلغ معدل التضخم التراكمي خلال الـ 12 شهرنا الماضية أزيد من 12% وفشلت التعديلات المتعددة لأسعار الفائدة المعيارية التي قررها البنك المركزي في كبح جماح التضخم وكذلك الحال في بلدان أخرى بأمريكا الجنوبية في الحقيقة الوضعية مقلقة ومثيرة للمخاوط ما كان يكفينا لشهر كامل التي ينتهي في النسف منه وفي أحسن الأحوال في يوم العشرين ارتفعت أسعار كل السلع والمواد الأساسية وبالخصوص تلك التي نحن بحاجة إليها ومن أجنيه لا يكفي للمأكل والمشرب وتمدرس الأطفال الوضع صعب جدا في أمريكا الجنوبية عموما تخفي أرقام التضخم الصارخة واقعا اجتماعيا يعيش على صفيح ساخن تغذيه مستويات الفقر المفزعة والفجوات الصحقة بين الطبقة الاجتماعية اقتصاديا دائما أعلنت سلطات شانغاي عن إعادة فتح الأعمال التجارية تدريجيا اعتبارا من اليوم الاثنين بعد حوالي شهرين من الإغلاق بهذا المركز الاقتصادي والمالي للعملاق الأسيوي القرار يأتي بعدما أصبحت المدينة الكبيرة البالغ تعداد ساكنتها نحو خمسة وعشرين مليون نسمة بؤرة جديدة لتفشي كوفيد-19 منذ مطلع أبريل الفائت الأمر الذي دفع السلطات لفرض حجر على سكان شانغاي في منازلهم تقرير حمزة الخضر بعد حوالي شهرين من الإغلاق سلطات شانغاي تعلن إعادة فتح الأعمال التجارية تدريجيا بحسب ما أعلن عنه نائب رئيس البلدية تشين تونغ والذي أشار إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل دون تحديد ما إذا كان يتحدث عن استئناف تدريجي للنشاط في المدينة أو ما إذا كان يشترط معايير صحية معينة لاستئناف النشاط وفي الصين أي رفع للقيود مشروط بعدم وجود أي إصابات في المجتمع أي عدم اكتشاف إصابات جديدة لمدة ثلاثة أيام خارج مراكز الحجر الصحية ويبدو أن هناك انخفاض في عدد الإصابات فسلطات شانغاي أعلنت أنه تم وقف انتقال العدوى المجتمعية لكوفيد-19 في خمسة عشر حيا من أحيائها الستة عشر مؤكدة أنها تسعى جاهدة لتحقيق سفر إصابات بكوفيد-19 مسؤول ببلدية شانغاي قال نسعى جاهدين لتحقيق سفر إصابات على مستوى المجتمع مضيفا بعد ذلك سنفتح شانغاي تدريجيا بطريقة منظمة ونسمح بحركة محدودة وفق تدابير السيطرة الفعالة رياضيا تمكن فريق نحضة بركان من حجس تذكرة العبور لنهاء كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم عقبات فوقه على ضيفه تيبي مازينبي الكونغولي بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم إياب نصف نهائي هذه المنافسة وبذلك تدارك الفريق البرتقالي هزيمة الدهاب وحقق بالمناسبة ريمونتادة جديدة بعد تلك التي حققها في دور ربوع النهائي أمام المصري البورسعيدي وعقب هذا التأهل درب نهضة بركان موعدا في النهائي مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي الذي تأهل على حساب فريق أهل ترابلس الليبي وسيلعب الفريق المغربي نهاء كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد خسارته في نهاء 2019 أمام الزمالك وفوزه في آخر سنة 2020 على حساب فريق بيراميدس المصري رياضيا دائما فاز العداء الإيثيوبي بونسا ديدا والعداء المغربية فاطمة الزهراء كردادي بلقب دورة الثانية والثلاثين لماراتون مراكش الدولي التي أقيمت أمس الأحد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بدرزايو والتفاصيل لقب الدورة الثانية والثلاثين لماراتون مراكش الدولي آل للعداء الإيثيوبي بونسا ديدا في فئة الذكور وفاطمة الزهراء كرداد في فئة الإناث قطع بونسا ديدا مسافة السباق في زمن قدره ساعتان وتسع دقائق وأربعة وثلاثين ثانية متبوعا بالمغربي سامير جواهر بساعتين وتسع دقائق وستة وثلاثين ثانية بينما حل الإثيوبي الآخر إندي شاو نيجيسي شومي ثالثا بساعتين وتسع دقائق وثمانية وأربعين ثانية كان صباقا جيدا نعم أنا سعيد وشهد صباق الماراتون إناث سيطارة للعداءات المغربيات عقب فوزهن بالمراطب الثلاث الأولى وهكذا فازت العداء المغربية فاطمة الزهراء كرداد بلقب هذه الضورة بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره ساعتين وأربعة وعشرين دقيقة وتسعة وخمسين ثانية محطمة بذلك الرقم القياسي لهذا الماراتون الحمد لله أنا فرحانا اليوم بتحطيم الرقم القياسي ديال السباق الماراتون الدولي مراكش لما تحطم شهدي منذ سنوات وأصبح ماراتون مراكش الدولي تظاهرة دولية كبرى في رياضة ألعاب القوى ويطمح إلى استعادة المكانة التي كان قد احتلها سنة 2013 ضمن صباقات الماراتون على سعيد العالم كانت هذه آخر مواد نشرتنا تفاصيل أوفى عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على تيب المتابعة إلى اللقاء